صوت الرصاص يسكت دعوات السياسيين ومن المنطقة الخضراء أنصار مقتدى الصدر يرفعون من حدة التصعيد ويشلون المقرات طلباً لتغيير جذري لا يستثني أيًا مما كرسته السنوات التي تلت سقوط بغداد بغداد لم تكن يوماً آمنة على الأمريكيين فجعلوا الجدران الإسمنتية حاجزاً بين المنطقة الخضراء الآمنة وبقية العراق على مساحة عشرة كيلومترات مربعة رسمت حدود المنطقة الخضراء وعبور أسوارها المحصنة يتم فقط عبر خمس بوابات رئيسية وهي منافذ ليست كلها مستخدمة حالياً مثل باب الجسر المعلق الذي يؤدي مباشرة إلى المبنى الرئيسي للإذاعة والتلفزيون واليوم يقف على طرفيه أنصار الصدر والإطار التنسيقي المدعوم من إيران المنطقة الخضراء المحصنة شوارعها تحتضن السفارات الأجنبية ومؤسسات الدولة أما السكان فهم قلة تمركز إدارات الدولة في المنطقة الخضراء جعلها هدفاً ثميناً ومقصداً لكل من يريد زعزعة النظام فالهجمات التي تستهدفها وإن كانت رمزية فهي تحقق صداً أكبر من غيرها وهو حال السفارة الأمريكية التي اقتحمتها ميليشيات تابعة لإيران في آخر أيام عام 2019 ما حدث اليوم مختلف الأمر يتعلق بآلاف العراقيين من أنصار مقتدى الصدر الذين اقتحموا المنطقة الخضراء وأسقطوا عنها الحصانة في تصعيد جديد بعد جولة المحكمة العليا واعتصام مجلس النواب مشهد وإن حذر الكثيرون من خطورته كونه يتسبب في انزلاقات خطيرة بذكريات أليمة لكن طياراً آخر أكد رمزية الخطوة بإسقاط الحصانة عن الفاسدين الذين احتموا طويلاً بأسوار الجدران الإسمنتية